حيث أعلن بنك الاتبان الكويتي عن تمويل رحو 12 ألف مواطنا بقروض عقارية لبناء قسائمهم في المرحلتين الأولى والثانية في كل من مدينة المطلع وجنوب عبدالله المبارك ومشروع خيطان الجنوبي وقالت المتحدث الرسمي باسم البنك حبار الخشتي قالت إن عدد القسائم الموزعة على المواطنين في مدينة المطلع للمرحلتين الأولى والثانية حصلوا على تمويل بنسبة 48% فيما حصلوا على تمويل بنسبة 81% في جنوب عبدالله المبارك في حين بلغت نسبة حصول التمويل في قسائم خيطان الجنوبي نسبة 23%